اللي بتسأل هو الحسد ممكن يأثر في جواز ممكن البنت حالها يقف ومتتجوز لو محسودة ويعني ايه الحسد الحسد يا جماعة هو نار شديدة تخرج من عين الحسد وتستقر في جسد المحسود الحسد والعياذ بالله في ناس يعنيها مدورة ومأورة بتطلع اشعة تحت حمراء او اشعة فوق بنفس جيد وتصيب بها خلق الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي قال لنا في الحديث الصحيح العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وان العين لتدخل الرجل القبر سلم يا رب وان العين لتدخل الجمل القدر ممكن واحد يحسد واحد يبوت فيها بقدر الله سبحانه وتعالى طب نعمل ايه لازم نحصن انفسنا لو حضرتك خركت في البلكونة وعدت فيها بقاميز بنص كم في شهر طوبة هيحصل لك ايه اكيد هتقولي هاخد نازل برد جديدة كذلك انت لو خركت من البيت ما صليتش لو خركت البيت وما ذكرتش اسم ربنا سبحانه وتعالى ما سعنتش بربنا سبحانه وتعالى هتبقى عرضة للشياطين لكن لو قلت من بيتك خركت بيتك كده قلت بسم الله توكلت على الله بسم الله استعنته بالله لا حول ولا قوة الا بالله ودعيت ربنا كده واستعنت بالله اعانك الله خدوا بالك يا جماعة ان العبدة اذا استودع ربه سبحانه وتعالى شيئا حفظه الله سبحانه وتعالى له وانت بتركنا عربيتك كده في الباركينج بتقولي يا رب اللهم انني استودعتك سيارتي امانة فحافظت عليها رب العمين ربنا يا حافظتك عليها ما يحصل لاش اي مكروب وانت خارج من البيت كده اللهم انني استودعتك زوجتي واولادي امانة فحافظت عليهم ورب العمين ده يبقى حاجة عظيمة جدا اي حاجة